في إطار الأنشطة المدنية والعسكرية المدعومة من قبل سفارة الولايات المتهدة الأمريكية لصالح مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية بإقليم بحر الغزالة قامت سفيرة الولايات المتهدة الأمريكية بشات السيدة جيتا باسي برفقة معاونها بزيارة إلى مدينة مصر حضرة إقليم بحر الغزالة وفور وصولها استقبلت من قبل حاكم الإقليم طاهر بركي وسلطة الإدارية والعسكرية ومن ثم فقد توجهت البئثة إلى قرية جابا الواقعة على بعد 45 كم شمال مدينة مصر وذلك بهدف ترأس أملية تطعيم المواشي بغية المساحمة في الهدي من تقليل نسبة أمراض المواشي ومساعدة الرعاة عبر برنامج الأنشطة المدنية الذي تقوم به سفارة الولايات المتهدة الأمريكية وقد وجدت هذه الخطوة إشادة كبيرة من قبل رئيس مركز إداري جابا والمنذوب الإقليمي للثروة الحيوانية اللذان أعراب أن مدى تضافري جهود سفارة الولايات المتهدة الأمريكية كما أضاف بأن هذه الخطوة تساعد الرعاة وتسهم في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر